بالمناسبة بعد المباراة كابتن اسماعيل يوسف مدير الكرة بنادي الزمالك احتوى زعل ابراهيم مناضاي وسامسون كينيولا لعباي الفريق الاجانب عشان هما الاتنين كانوا عايزين يشاركوا في المباراة وشافوا ان المباراة تسمح ليهم ان هما يشاركوا ويخشوا في الاجواء خاصة للفريق كان حاسم المباراة في الشوت الاول كابتن اسماعيل يوسف قال لهم ان المباريات اللي جاية كتير جدا واكيد هيخدوا فرصة وهيلعبوا وهيشاركوا مع الفريق هداهم يعني طبيعي زي ما قلت لكم دائما يعني لعب مصر لعب اجنابي لعب محترف خلافه اي حد ما بيشاركش جيب ازعلان يعني جيب ازعلان هلا منين رح نأجر ملعب خماسي رح نأجر ملعب خماسي وانت صحابك قعدوك برا هتروح متدايق ما بالك انت لعب كرة محترف يعني ده بالنسبة ليه سامسون وابراهيم نضاي في شأن اخر بعيدا عن هذه المباراة نادي الزمالك طلب من احمد بالحاج لعبه المغربي المنضم حديثا من اسوان وطلب من وكيل اعماله نهم ما يتقدموش بشكوى الى الاتحاد الدولي لكرة القدم ضد اتحاد الكرة المصري وطلبوا منهم ان احنا يزبروا شوية لحد ما نشوف الصورة او الموقف النهائي من شكوى نادي الزمالك اللي ارسله لاتحاد الكرة وبدوره اتحاد الكرة ارسله لاتحاد الدولي بشأنه قيد السلاسة لعبين محل النزاع ومحل المشكلة بين الزمالك والاتحاد الكرة وقالوا لهم قالوا اللحمة بالحاجة يعني الزمالك قال لحمة بالحاجة ووكيله لو النتيجة ما جاتش لصالح نادي الزمالك من حقهم انهم ما يتقدموا بشكوى ضد اتحاد الكرة الى الفيفا وده اللي هيحصل المحامي بتاعه بالحاجة بالمناسبة بينصف مع المحامي الايطالي كفالي عشان يقدموا الشكوى في حال لم تصمر شكوى نادي الزمالك للفيفا عن شيء موضوع بقى صعب مش عايز اتكلم فيه اصلا عشان هو خلاف دمه تقيل يعني الخلاف الاداري ده انا مش بركز فيه الله يزا مالك يحلها مع اتحاد الكرة يحلها مع الزمالك ما يحلوهاش مش هي دي بتبقى حكايتي بتبقى حكايتي دايما اللعب عندي دايما عندي نظرة انسانية يعني يعني احماد بالحاج وناصر منسي وشبانة لعيبا لداخلين بقى ورايحين يلعبوا كرة وكانوا قريدي بيلعبوا في فرقهم ورايح هلعب كمان باخد يعني بيحصل لي افجريت وهلعب مع نادي الزمالك الكبير العظيم ده وفاجأة لها نفسي قعد في البيت فهي الحتة النفسية دي بقى اللي تفرق معايا مش بقول بقى مين اللي غلطان ما ممكن يكون الزمالك هو اللي مقصر في هذا الامر فهو الزمالك اللي خلاوهم يعودوا في البيت اتحاد الكرة هو اللي مقصر في هذا الامر فالتحاد الكرة هو السبب ان هما عادين في البيت ما ليش دعوة دلوقتي اللي حين ان يحسم لاتحاد الدولي لكرة تتقدم مين له حق مش عايز اتكلم فيها عشان دلوقتي فيفا هو اللي يحكم في هذا الامر بس اقلم دقيقني ان هما بس عادين في البيت هي دي الحكاية وعطاق الاتحاد الدولي نفسه بيبقى من دايق من هذا الامر انه في لاعب قاعد في البيت لاعب بيلعب كرة واقاعد في البيت مش عارف يلعب كرة طيب جزئة اخرى وما زلنا مع نادي الزمالك الزمالك حدد موعد السفر الى ليبيا في السامنة صباح الاربعاء لمواجهة فريق المريخ السوداني الفريق هيقدي مرانو الاول في ليبيا وبعد كده هيتضرب الخميس على الملعب الرئيسي قبل موعد مباراته امام المريخ المباراة هتكون يوم الجمعة ان شاء الله في الجولة الثانية بدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا بالتأكيد نتمنى التوفير لنادي الزمالك